ياهلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم الجماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية Army of the Dead أو جيش الموتى الفيلم المنتظر وصل أخيرا وأصبح متاح للمشاهدة على منصة نتفليكس ولو بتسألني ليش تقول عنه منتظر يا وجيه بقول لك لأنه للمخرج زاك سنايدر هل نفقناه؟ المخرج اللي يعطي نكهة مختلفة للأكشن ودائما ما يعرف يحول النص إلى مشاهد جدا مميزة ولها طابع خاص ورهيب زمام في فيديو من فيديوهاتي قلت لكم يا جماعة إنه زاك سنايدر مر رهيب في الإخراج ولكنه ضعيف في الكتابة وبعضكم زعل مني احتنا من نفسك طبي ما قدر ألومك من حقك تدافع عن مخرجك المفضل ولكن بالنسبة لي ما زلت عند كلامي زاك مخرج ممتاز كاتب على قد حاله عنده مشاكل في الكتابة ترى زاك سنايدر مخرج أفلام قليلة لا تتوقع أنه أخرج مئة فيلم ترى عماله مرة قليلة لأخرج فلو تلاحظون الأفلام اللي ضربت معاه دائما يكون هو المخرج بس زي فيلم 300 وزي Watchmen وزي Dawn of the Dead إخراج فقط وأبدع في الإخراج يبدع يعطيك إخراج من أروع ما يكون وأنا صراحة أحترم زاك سنايدر من ناحية الإخراج حتى Man of Steel و Justice League اللي هو نسخة زاك سنايدر ترى ساعدوا في كتابة الأعمال ذي أكثر من 9 كاتبين وسيناريس يعني يعني كتابة ما شارك كثير إخراج أبدع من الجهة الثانية تعالوا خلونا نشوف الأفلام اللي كتبها وأخرجها بنفسه أو ساهم في كتابتها بشكل كبير وأخرجها بنفسه زي Soccer Punch مثلا إخراج من أروع ما يكون أكشن سينماتوغرافي واو بس كتابة Army of the Dead اللي هو الفيلم الجديد هذا إخراج من أروع ما يكون سينماتوغرافي من أروع ما يكون أكشن رهيب بس كتابة يعني زاك عنده إشكاليات في الكتابة ولكن في الإخراج هو مخرج جدا رائع وأحترم طريقته في الإخراج طيب يا جماعة الخير قصة الفيلم عن جائحة زومبي تجتاح مدينة الفاحشة والقمار والزنا والمتعة والفساد لاس فيغس ويتم السيطرة على الجائحة بإغلاق المدينة تماما بأسوار عالية ومرتفعة علشان الزومبي ما يخرجه من داخلها خلاص مدينة لاس فيغس صارت هي المصابة بالزومبي وغير كذا مفيش أي حاجة وينطلق ديف باتيستا ويقوم بجمع فريق من المزز الكيك آسيز والشباب المعضلين والأقوية والأذكية لأجل تنفيذ مهمة شبه انتحارية لمحاولة استخراج مبلغ مالي ضخم جدا مخبأ داخل خزانة موجودة في لاس فيغس أو في مدينة الزومبي علشان يرجعوها لرجل أعمال ثري جدا وراح يكافئهم مقابل هذه المهمة الانتحارية هذه القصة يعني بالمختصر الشديد طبعا المراجعة فيها حرق فإذا ما تبعت الفيلم أفقع من الحين سواء إذا ما حرقت عليك في المراجعة بيحرقوا عليك اللي في التعليقات في النهاية في نهاية الفيديو بيكون فيها بفقرة التعليقات المتابعة علشان ما طول بس في المراجعة وندخل على التعليقات اللي رسلتوها ونقرأ بعض منها خلوني اختصر لكم رأيي عن الفيلم في كم سطر علشان بس ما نهج كثير لأنه صراحة ما شوف انه في شيء استاهل الكلام الإخراج جدا مميز والسينما توغرافي من أروع ما يكون مشاهد الأكشن مرضية إلى حد كبير ما في شيء مبتكر كثير ولكن حلو استمتعنا بالأكشن وبالدموية وبالزومبي والخربيط هذه والأشياء العلاقة لها بالإخراج والتصوير استمتعنا فيه الموسيقى التصويرية جيدة يا جماعة وتم توظيفها بشكل مناسب إلى حد كبير بالذات في مشاهد بداية الفيلم أو بالتعديد مشاهد تقديم الشخصيات ذاك المشهد صراحة حبيت ونما كان يقدم كل شخصية كذا وهي شاية لصورتها كانت مارة رهيبة أما المؤثرات البصرية والمكياج السينمائي صراحة ومواقع التصوير حاجة من أروع ما يكون للأمانة ويمكن هذه أفضل حاجة في الفيلم أما من ناحية الكتابة والسيناريو فهي أقل من جيدة حقيقة يا جماعة القصة والسيناريو هبت فيهم هبت فيه شيئكو بس فيه هبت الهبت كثير السلبيات مليانة يعني تخيلوا أنه حكاية سبب جائحة الزوم بهذه أنه فيه عروس وعريسة في مسكين خطلاس فيغاس وزوجة قررت فجأة أنها تداعب زوجها في السيارة وهم اللي تسببوا فيه من جد ما كان فيه طريقة أفضل من كذا وهذا مشهد البداية يعني تخيلوا أنه هذا المشهد هو أهم شيء في الفيلم أنا يهمني دائماً البداية والنهاية إيش شفت في البداية إيش شفت في النهاية اللي في النص إهبت براحتك يعني مش مرة بس إهبت شوية بداية ذا ما بديت صح خلا فيب للأسف البداية كانت صراحة للمانة غير موفقة ونهاية الفيلم برضو نفس الشيء بالرغم من أهمية النهاية إلا أنه تمت بالطريقة يا جماعة خلينا نقول غير مرضية على الإطلاق وضعيفة مرة مرة يا الله إيش ذا إيش اللي صار في نهاية الفيلم فوضى فجأة خرج من تحت الأنقاذ ومعه فلوس وراح يمشي دخل مطار إيش كيف كذا؟ ما حد سأل وين جواست سفرك من فلا أمك الجروح ذي يمكن أنه زونبي لا صراحة النهاية مرة ضعيف حقيقة تحس أنه زاك سنايدر كذا تورط كيف أبدأ الفيلم؟ والله مدري كيف أنهي الفيلم؟ برضو مدري فعلا كذا تحسه تورط في أهم حاجتين البداية والنهاية تورط فيها أوكي فكرة أنه الزونبي هنا غير وأنه فيها قائد لهم وعنده حبيبة وعنده جيش يعني خلينا نقول منظم إلى حد ما أو على الأقل تحت سيطرته فكرة كويسة بس ما شوف أنها أعطت قيمة للعمل ولا خدمته كثير للأمانة غير أنه الشخصيات تمت على طريقة تقليدية جدا أقلد شيء في العالم بطل معضل وقوي وعنده ماضي تعيس ولكنه صاحب قلب طيب مزز عصاميات ويبحثون عن الاستقرار شاب طائش ومهووس ومجنون ويحب يصور ويحب يستضرف ومرا واو واحد كده مسكين وغلبان وخواف بس إنه ذكي شخص متنمر كده ولا يقدر المرأة كلها للأمانة شخصيات متكررة شوفناها كثير وشبعنا منها يا الله بطل معضل مزز عصامية شخص ذكي بس إنه ضعيف شخص متنمر بس إنه رمة موجود خلا يا أخي ليش ما يجيبه شيء يعني شبه طبيعي على كل حال الفيلم كتجربة أكشن وزومبي ماهو سيء يعني يغلق لك هالليلعة تستمتع فيه كده تنبسط مع إنه الوقت مدة الفيلم طويلة يا الله مرة طويل ما أخفيكم أنا وصلت مرحلة في الفيلم قاعد أقول وبعدين ما تخلصونا يعني حتى لما انتهى الفيلم طلع منته يعني لما جاب مشهد النهاية جا مشهد اللي هو الطيارة ونرفزني زيادة بالمختصر يا أخي كده عشان أقفل المراجعة ونخش على تعليقاتكم فيلم كويس ممتع إلى حد ما بس إنه أقل من التوقعات ويستاهل تقييم ستة من عشرة والآن خلونا نخش على تعليقات المتابعين اللطفاء أنا طلبت منكم على اليوتيوب وعلى الانستجرام وتوقع على تويتر قلت لكم يا جماعة نسأولي تعليقاتكم وراجعتكم يعني السريع للفيلم كالعادة يعني علشان إيش نضيف ديمقراطية على القناة أكثر من إنها مجرد تكون رأي شخصي طيب أوكي نخش على التعليق الأول يقول أول شيء الله يعطيك العافية أخوي ويوجيه على الجهد اللي تقدمه أنا فعلا استمتعت بالفيلم كل شيء حرفيا أكشن ودراما ومشاهد دموية كثير وتصوير الفيلم حكاية ثانية الفيلم من الأفلام اللي تتابعها أكثر من مرة أعطيه سبعة من عشر اللي بعد يقول كنت أظنه كنت أظنه خاب ظني يا ميتو اللي بعد يقول مرحبايا الوجيه الصراحة ما عجبني برأيي فيلم ضعيف جدا رغم القصة الجديدة لكن ما تم استخدامها صح صح أني غضيت بصري عن الجانب الدرامي وبناء الشخصيات كونو أكشن لكن التمثيل كان بسيط والأحداث متوقعة جدا وطول الفيلم ما له داعي المؤثرات كان بها أخطاء واضحة أنطيل الفيلم ثلاثة من عشر لا يا ثلاثة من عشر قليل يا أخي حرام اللي بعد يقول كيف حركة الوجيه وكيف هاجود الحمد لله نسلم عليك فيلم أنا شفته وقصته لك عليها أنا بالنسبة من عشاق أفلام ومسلسلات الزومبي حبيت فكرة الزومبي القائد لكن باقي القصة فيها ثغرات لكن من ناحية الإخراج زاك أعطانا تحفة بصرية رائعة أهني بصراحة تقييمي للفيلم ستة من عشرة متابعتك علا أهلا وسهلا علا ستة من عشرة ميكسنس برضو اللي بعد يقول يا أحمد وان بيس أعظم أنيمي غصبا عنك يا هطف حبيبي الوجيه أحسن قناة في اليوتيوب what the fuck اللي بعد يقول أول شي سلام عليكم عليكم السلام ثاني شي ما ودي أطول في الكلام لكن حرفيا أسوأ فيلم شفته في أخر 10 سنوات طبعا حسنة الفيلم بالنسبة لي هي السينماتوغرافي واحد من عشرة ليه وشكرا على وقتك أخوك الشبيح التارغاريان أوكي اللي بعد يقول بديت أحس أنكم نفقت وزاك سنايدر شويتين بالذات أنك كنت تطبل كثير في النهاية واضح أنه جاستس ليك ما عجبك مرة وعطيته سبعة علشان كذا ما أنا مستني أعماله صراحة وسامة أنا أعطيت جاستس ليك سبعة من عشرة وما زلت متمسك بالسبعة من عشرة أنا قلت لكم النسخة ديك أفضل بكثير من النسخة القديمة المشوهة لزاك سنايدر لجاستس ليك فقط قلت لكم أنه عندي تحفظات لكن ديك المراجعة كانت مجرد يعني أنه راعينا جانب زاك سنايدر والظروف اللي مر فيها اللي بعد يقول عجبني أنه في ناس يمشون في الفيلم وفي أسلحات شفي يا عيال لعدين لجا ما حد يكتب اسمه قيم الفيلم تسعة ثنين لا تسعة من عشرة يا راقل اللي بعد يقول هو فيلم أكشن ممتع وحماسي خصوصا بمقدمة الفيلم بس في كثير عيوب من ضمنها الفجوات بالقصة وتصرفات بعض الشخصيات غير منطقية في بعض الأوقات وغير التباطئ بالأحداث في لحظات مهمة لتطوير الشخصيات على حساب الحماس والتوتر دون ما يكون ذا التطوير له فائدة كبيرة التمثيل فيه كان جيد إلا أن الشخصيات سهلة النسيان وما تترك أثر على المشاهد وبعض اللحظات العاطفية كانت بأوقات غلط وفوق كذا الفيلم ينتهي مع كثير أسئلة ما لها إجابات العموم تقييم للفيلم ستة ونوص من عشرة إيمان عمر إيمان إنتي لازم تفتحي قناة في اليوتيوب هذا كلام لاسمو حنكين شكرا اللي بعد يقول فيلم يجي منه بصراحة بس فكرة أنه الزوم بيصير كأنه نايت كينغ ما عجبتني أبدا لأن أنت عالمك واقعي لحد ما أقصد قصة الفيلم فما يصير تقلب أمها جيموف ترونز أخوك مبارك السهلي مبارك السهلي أنت إنسان ممتاز يعني ملفت الانتباه نايت كينغ من جيد كيف ما جات في بالي من سوى نايت كينغ على رأسنا ذاك أبدع اللي بعد يقول شوف هو كفيلم ممتع ممتع جدا وفيه إيجابيات وكثير سلبيات ومن الإيجابيات هي أكيد المشاهد التصويرية والأكشن والموسيقى حيل حبيتها فضل عن الأغاني اللي تدخلك جوي خبل بس إذا نجي على السلبيات فهي كثير وما أقدر أقولها كلها بس أكثر شي ما عجبني هي الشخصيات والعلاقات بين الشخصيات يا رجل بنهاية الفيلم فيه تضحيات كثيرة ممنطقية وإذا شفت الفيلم حتيفهمني بلس الأحداث اللي قبل النهاية كانت سيئة جدا بس على العموم فيلم ممتع وأعطيه ستة ونص من عشرة محمد فواز كلام كبير اللي بعد يقول فيلم حلو مليء بالأكشن شي طبيعي من زاك سنايدر أفضل شي في الفيلم أنه مو زي قصص الزومبي الباقية شخصية الألماني في الفيلم كان الأفضل وتقييمي للفيلم ستة من عشرة الألماني اللي هو الذكي اللي يفكلهم الخزنة اللي بعد يقول من جوانب قوة الفيلم هو أنه قصة الفيلم ليست كأي قصة زومبي اعتيادية بل حكاية الفيلم كانت تتمحور حول السرقة وهذا ما جعل الفيلم ممتع بالإضافة الموسيقى والتصوير والأكشن ولا أروع زاك سنايدر خلف الكاميرا واش تحوس ننقول إذا كان هناك انتقاد فهو الممثلين المثلين الزبالين ما عدا شخصية ألماني ايش بكم كلكم تحبوا الألماني يا جماعة كان بإمكان زاك اختيار طاقم تمثيل أفضل كمحنك ما حبيته من الآخر بل قاسم من الجزائر ونعمي بل قاسم أنا تابعت الفيلم بس بعيدة عن التقيم في شي شغل بالي لها السيارات من التسعينات والمرأة حق الهليكوبتر عندها آيفون 12 أما اللي بعد يقول فن 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 فيلم حلو ومتوقع وممتع محمد فريد ايش نقدر نقول ما نقدر نقول ولا شي هنا في شبيح لزاك سنايدر نوجه له تحية اللي بعد يقول فيلم جدا جميل بس النهاية ما عجبتني تشوفوا انت فاضي يا زبط والله يا حسافة الحماس والساعتين اللي ضاعت صراحة كنت معطي أكبر من حجمه انصدمت بس التويستة اللي جات في الأخير كويس بالله اذيك تويستة تسميها هذيك نكبة هذيك نكبة هذيك ما فيها اي تويستة طيب ناخذ تعليق أخير يقول لك فيلم رهيب جدا اذا تبغى اكشن ممتع وزومبي تتفجر رؤوسهم لكن طويل بزيادة ومحاولة لخلق مشهد درامي في كل فرصة تصير للكاتب وذا شي ما عجبني علشان ما أبغى أتعرف على الشخصيات وعلاقتهم لكن فيلم ممتع لللي يبغى يستمتع اخي انا اتزعلوني لما ما تكتب اسماءكم يا جماعة اكتب اسماءكم ترى ما يضر اكتب اسم مستعار عشان نحس انه في بشر قاعد تواصل مش روبوتات كل واحد اكتب لي تعليق من مجهول طيب يا جماعة الى هنا نكون وصلنا لهاية الفيديو لا تنسوا تشاركونا اراكم في التعليقات واشتركوا في القناة وما كنتم مشتركين وضغطوا على زر اللايك لو عجبكم الفيديو وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم تحبوا يوميات موجودة في سناب شات وقريبا ان شاء الله روبا ما روبا ما روبا ما قريبا ما قريبا نتواجد على تويتش نسوي بثوث ماينكرافت احترم نفسك ام معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم